مهم هل الأمح ده هيتورد للدولة؟ هل فيه من الاشتراطات مثلا الأمح ده يتورد للدولة؟ هيبقى فيه توريد للأمحة أكيد لكن هو إحنا تقابلنا الحقيقة ودي يعني فرصة برضو أقول حاجة من المعاوقات لأنه مثلا السعر الاسترشادي اللي نزل للأمحة كان ضعيف جدا وفي مقابله كان مثلا حاجة زي الكمون أو المحاصيل الأخرى بتجيب أكتر من 200 ألف للمزارع فبالتالي إحنا بنعمل إقناع رهيب للمزارعين علشان يزرعوا الأمحة وفكرة إنها فيه تقاوي مدعومة وفيه دعم فني بيشجع أكتر المزارعين لو كان ساعد معنا إنه عندنا سعر استرشادي أعلى من كده شوية أعتقد كنا وصلنا إلى أضعاف الأرقام يعني تبقى لكلامك مع الفلاحين السعر الاسترشادي اللي هو ممكن يبقى مريح لهم كان متوقع يكون ألفين أو أكتر 1650 كان متوقعي بألفين والناس كمان بتتكلم على ألفين ونص خاصة مع التفاعل أسعار أموما في الحياة طبعا مخصبات وعناصر التكلفة عالية جدا بمخصبات وأسمدة وري وطاقة يعني فكم اللي بيدفعوا المزارع كتير عليه وبالتالي أنا عايز لازم أدعم صغار المزارعين والمزارعين عموما علشان يزرعوا أمح لأن ده فعلا قضية أمن قومي وأمن غزائي إيه اللي يضمن استمرار هؤلاء المزارعين في زراعة الأمحية ما هو ممكن ياخدوا منكوا التقاوي الموسم ده ويزرعوا الأمح الموسم ده عشان أنتوا بتدوم التقاوي مدعومة وبعد كده يقول لك لا مش هكمل إحنا حكتين إحنا بنكمل أولا إحنا القرى اللي بنشتغل فيها بنبني كوادر محلية وبنشتغل مع جمعيات قاعدية علشان تعمل فكرة الاستدامة وفكرة الإقناع المستمر أنا مش بشتغل بس أوزع تقاوي لكن إحنا بنعمل إقناع بشكل مستمر وكمان آملين أنه يحصل فيه رفع الأسعار فيبقى فيه الفلاح نفسه أو المزارع عنده الشغف وعنده القابلية أنه هو يزرع ما هو لازم كل العوامل تسنعات هو الشغف ده مقابل صعوبات الحياة صعبة يعني ده معادلة صعبة لازم يكون لها مقابل لأنه مصلحة الشغف لا يحقق مصلحة ده الشغف اللي هو يحبه يعمله حاجة لكن المصلحة هو عليه مصاريف مدارس عياله وعليه حياته عليه صعوباته وبص على رأيك الكمون بيتزرع بكام والأمح بيتزرع بكام أنا أروح أزرع كمون أو أزرع طماطم أو أزرع كذا هتاخد يعني هقدر أبيعها بشكل أحسن بالذات الكمون والحاجات دي أغلى كتير والنبتات الطبية والعطرية والمحاصيل أخرى علشان كده إحنا كمان مبادرة وبتصدر كمان صحيح مبادرة أزرع هي مش تقتصر بس على الأمح يعني هو الموسم أمح لكن فيه موسم تاني فول سوية اللي هو يعني رقم بتاعه عالي جدا فإحنا هننوع فيه المحاصيل علشان نحافظ على القوة البشرية دي من المزرعين ومن اللي استفادوا بيه فيه محاصيل أخرى فهنستمر بالأمح لكن كمان هنضيف محاصيل أخرى وفول السوية طبعا مهم لأنه هو أساسي في العلف طبعا وزيت في الزيت أو العلف عموما في فول السوية مهم جدا صدقيني أستاذ الأميس إحنا نقدر نعمل بمزرعيننا العجب واللي أنت بتقولي يقولي أنه حتى اللي بيملكه حيازات صغيرة يعني دي برضو فكرة لأنه دايما الحيازات الأكبر ربما أكثر يعني اقتصادية أكثر من الحيازات الصغيرة صحيح وهي دي مشكلتنا طبعا فيه لأنه حضرك عارفة أنه يعني تقريبا مزرعين عموما بيمثلوا 32% من القوى العاملة 85% من 32% صغار مزرعين يعني عندهم الزراعات المفتاتة الصغيرة دورنا إحنا كمان كهقيقة وده من زمان جدا الحقيقة بنشغل المزرعين في روابط وروابط محلية لازم يتجمعوا مع بعض